شراز سقر 18 سنة وملك نجاد 10 سنوات فتتاني تتقاسمان جذور قرية الكفير وتتقاسمان أيضاً الإصابة بفيروس الصفيرة صار يجاني بطني كتير وراسي ما أحس بي تقلي كتير بما أتي ببطني ما أخذت وعطي دلتني أتحمل أتحمل نزلت لعند الدكتور قليه ماكي مصران للغليد آخر شي ما أشتحمل شي في المستشفى أنا طوله مايروس الصفيرة بطني عب يجعني وراسي عب يبرم على بعض خطوات من غرفة شراز وملاك في مستشفى حصبية الحكومي يتمدد رفيق القرية أيضاً روان نوفل على سرير آخر والسبب الصفيرة مجدداً صار لي عشرين يوم بترقب أي نهار بده يجي دوري يعني أمتى بده يفوت الفيروس على بيتي أنه منتمنى نعرف شو السبب صار له الوضع أكتر من شهر وكرميلة الحالية عبدت زيد بالنسبة لوالدة روان وغيرها من أهالي منطقة حصبية الصفيرة أصبحت الهاجس الجديد الذي يخشون انتقاله من فرد إلى آخر أسباب ظهور وانتشار الإصابات بالصفيرة لم تحدد بعد لكن الفحصات المخبارية التي أجرتها وزارة الصحة تشير إلى أن المياه قد تكون هي المسبب على مياه بلدة الكفير التي كان لها الحصة الأكبر من الإصابات أجريت التحليل مرتين أخذنا العينات من البير الإرتوازي ومن خزان الكفير ومن البيوت المنصابي من الشبكة نسبة التلويت بالخزان كانت 80% بالبير الإرتوازي كانت 15% ومع تخطي عدد الإصابات الخمسين حالة بحسب بلدية الكفير والسبعة عشرة بحسب وزارة الصحة يحاول اتحاد بلديات الحصباني تعزيز التوعية في محاولة للسيطرة على هذا الفيروس نحاول ننبه الناس أول شيء شو الوقاية التي تعتمدها بالبيوت من غسل الخضرة أكثر المعظم القرآن هنا بحاجة لشبكات ماي جديدة وأن كان في بعض القرى كان عندها شبكات ماي جديدة إذن باختصار سيبقى أهالي منطقة حصبية أسرا فيروس من المفترض أن نكون قد تخطيناه منذ زمن طويل